وعليكم ورحمة الله وبركاته بينفعل غفران بعد ما بيعرف من الراجل اللي كان بيرائب بارة اني كانت بارة عنده على السيف وبيمسك جريلة وبيقول لها على الكلام وبتقول له ما عرفش حاجة وبيصدر عليها المسدس لكن حمزة في الوقت المناسب بيتدخل سليم ما بيحطش منطق بعد الموقف اللي بيشوفه وبتدخل حمزة بتنقلب كل الموازين حمزة هيوقف غفران عند حده وهيقول له أمي ما تضربش لأن أمي لهذا الزنب في حاجة ودي كتأول مرة يقف فيها حمزة ضد غفران وغفران طبعا هيستنكر موقف حمزة جدا وهيقول له إيه اللي انت بتعمله دوت لما بقى عن الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي فده دليل اني جليلة هتقعد وتختار ما بين عساف وغفران وبكده هيكون غفران سمح لها تعمل كده لأنه هما الاثنين متواجدين في القعدة لو عايزين تتابعوا معينا كل ما هو جديد وحصري وأول ما بينزل لنا صور جديدة بنزلها على القناة أتمنى تضغطوا زر الاشتراك ولايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته